من موسكو نعى المبعوث الأممي إلى اليمن خطته للسلام إنها إحدى المفاجآت التي تتوالى على خط الأزمة والحرب في اليمن مؤذنة ببدء مرحلة جديدة يحاول المبعوث الأممي أن يبقي خلالها على دور منظمته وعلى دوره شخصياً في رسم ملامح بلد لا تزال غير واضحة حتى اللحظة اقترح المبعوث الأممي تشكيل لجنة دولية لتسوية النزاعة في اليمن مقترح يرى المراقبون أنه ما يزال يكرس الهروب الأممي من التعامل مع الأشياء الواضحة ومنها القرارات الأممية الصادرة تحت الفصل السابع والأمر لا يتطلب بنظر هؤلاء المراقبين سوى تنفيذ هذه القرارات عوضاً عن الانشغال بمقترحات تغرق في التفاصيل الهامشية وتبتعد أكثر عن مثل المشكلة وحقيقتها في اليمن وهي الانقلاب الذي يتعين إنهاؤه للتفاوض على مكاسبه السياسية كما برهن التحركات الفترة الماضية ما الجديد الذي ستأتي به لجنة دولية لتسوية النزاع في اليمن وما الذي تحتاج إليه لتشرع في عملها سؤال برسم الشك في دوافع مقترح كهذا نريد أن يبقي مشهد الصراع في اليمن بين طرفين متكافئين لا بين دولة ومتمردين وتكشف نوايا البعض في التمسك بخطط مراوغة للحل همها الأول هو تحويل اليمن إلى ساحة للتجاذبات ولتمرير المصالح خصوصاً بعد التحول الجوهري في الموقف الأمريكي تجاه المنطقة واليمن مع كل مقترح يصدر عن المبعوث الأممي إلى اليمن تتبادر إلى الذهن سلسلة الإخفاقات الكبيرة التي منيت به عملية السلام في اليمن على نحو يثير المخاوف من إمكانية الذهاب مجدداً إلى مسار يقوض المرجعيات ويوسع هامش الفوضى التي يتحرك فيها انقلابيون استولوا على مقدرات الدولة ويريدون فرض خيارات لاوطنية على شعب قرر أن يدافع عن حقه في وطن موحد ونظام اتحادي ديمقراطي تعددي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة